سلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل وسائل التواصل الاجتماعي كنت أقول مرحبا أنا مصطفى الأغا بعد وسائل التواصل الاجتماعي أقول مرحبا أنا مصطفى أغا فإذا أردت مصطفى أغا إنستجرام مصطفى أغا طبعا سعيد أني أكون موجود بيناتكم لا أعرف إذا من حسن حظي أو من سوء حظي أني أطلع وراء الأساتسي والأخوان الذين يطلعوا قبل مني يعني بعد أحلام يطلع لكم مصطفى الأغا المفروض يكون فيه فترة انتقالية اليوم الموضوع الدردشي تبعي هو تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الروح الرياضية السؤال هو مش الرياضة على الرياضة أنا أريد أن أتحدث عن الروح الرياضية الروح التي نحن قليلا تخف من عنا قليلا 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 اليوم ما شاء الله شايف جمهور كبير معظم الجمهور سيصير معه وجع بالرأبة لأنه لا يمارس الرياضة وعم يمارس فقط متعة تويتر وإنستجرام ما دخلته أنا أنا شخصياً واحد من الناس التي مفترض أن أكون خجول فكنت أمشي في الشارع إذا شفت شخصياً أبعد اليوم عندي ثلاثة مليون على تويتر وعندي ستة مليون على الفان بيج فيسبوك فعم نحكي على تسعة مليون شخص تسعة مليون شخص تسعة مليون فيهم النيح وفيهم الأبيح للأسف اليوم يمكن تكون دردشتي معكم ما كتير ذات طابع إيجابي بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي لماذا؟ لأنه الرياضة جمهور الرياضة هو أحياناً من الأقل الجماهير ثقافة رغم أنه في أكيد مسؤولين وفي رؤساء وفي وزراء يحبوا الرياضة ويتابعوها لكن من يومين كان عندي ضيف الأمير عبد الرحمن بن مساعد وهو رئيس نادي الهلال السعودي الذي لا يعرف من هو الأمير عبد الرحمن وفي نفس الوقت الأمير عبد الرحمن هو شاعر وشاعر مرهف وحساس هذا الرجل استقال من رئاسة نادي الهلال ولما استضفته وضع شرطين للعودة إلى رئاسة نادي الهلال الشرط الأول بخص ناديه تصوروا الشرط الثاني الشرط الثاني كان محاسبة ووجود كنترول على وسائل التواصل الاجتماعي للأسف وسائل التواصل الاجتماعي صارت وسائل تفرق الاجتماعي أكثر منها وسائل التواصل اليوم نحن بنا نحكي عن الرياضة وأنا دائما نقول بين قوسين الروح الرياضية من عنده الروح الرياضية هون؟ من من يتقبل النقد؟ من من يتقبل أن يسمع الرأي الآخر؟ للأسف صار عندنا بوسائل التواصل الاجتماعي اسمه الشيزفرينيا انفصام شخصية وهذا الكلام حقيقي يعني تجد الواحد في الحياة العامة حبوب وظريف وعين الله عليه أن يذهب على تويتر أسد هصور لكن تويتر يكون اسمه أبو غالب أبو عذاب أم عيون بريئة أم عيون جريئة ذات النطاق يعني تجد أحيانا أسماء ما أنزل الله بها من حسبان تجد واحد يحكي مثلا يشيد في دبي يشيد بتجربة أحد من الناس موضوع تويتر وإنستجرام وسائل التواصل الاجتماعي صدقوني موضوع خطير جدا 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 لماذا خطير؟ البعض لا يحس بخطورة الموضوع إلا لما يكون في صلب الأحداث اليوم لدينا دول عربية للأسف سقط فيها قتلة 74 قتل في بورسعيد 22 شاب في أستاذ الدفاع الجوي في القاهرة تم سحب السفراء بين مصر والجزائر بسبب مباراة كرة قدم في بعض البلدان العربية الوحدة الوطنية تتهدد بسبب وسائل التواصل الاجتماعي لكن ليس الوسائل نفسها بسبب سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يعني اليوم فريق من بلدكم يلعب يطلع هاشتاق الله يسامحوا الذي عمل هاشتاق قبل قليل كان موجود هنا يطلع هاشتاق يساند الفريق الآخر الذي جاء يلعب ضد فريقكم هذا يثير النعرات هذا يثير المشاكل بالأمس أصيب لاعب تصوروا أصيب لاعب رجله لاعب وطني لا أقول من أي بلد لكن معروف طلع هاشتاق شكر لللاعب الذي أصابه من المشجعي الفريق المناصر هذه الأمور طبعاً نتحدث عن المستوى الرياضي نحن نتحدث عن المستوى أكثر لكن الرياضة مربوطة بكل شيء المواطن الذي يكون على تويتر أو إنستجرام هو ابن بيئته ابن البيئة الثقافية والسياسية والاجتماعية الإنسان هو نتاج البيئة الموجود فيها لذلك صعب أن أضع شروط على الإخوان الذين اخترعوا إنستجرام أو تويتر ويقول أنه يجب أن تضعوا اثنتيكيشن أنه يكون هذا الشخص الذي مسجل في تويتر عنده الـ ID الـ ID أو الـ Passport لأنه اليوم تسكره ويفتح عشرة بداله للأسف نحن نحتاج ثقافة أكثر نحتاج روح رياضية أكثر نحتاج أن نتقبل بعضنا البعض أكثر اليوم ممكن نحس أن الرياضة ليس كثير مهم لا مهم بكرة يوم الـ 22 في برشلونة وريال مدريد لا نبالعير ولا نبالنفير ممكن تصير حرب على الفريقين والثانين لم يدخلهم بشيء معالي الوزير ليس بعد برشلونة ولا ريالة لم يدخل ها ها هلالي ها حيادي لا يوجد أحد أحيادي كلنا منتمون بشكل أو بآخر لذلك أتمنى من الذين يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي أنه قليلاً انفصام الشخصية نخلص منه قليلاً قليلاً نحاول أن نكون إيجابيين هذه البلد دبي والإمارات العربية المتحدة قدمت لنا نموذج حقيقةً مشرف يعني القمة التواصل الاجتماعي لرواد التواصل الاجتماعي اليوم تتحدث عن واحد عنده تسعة مليون الثاني عنده عشرة الثالث عنده عشرين في دول ما فيها سكان عدد سكانها يتجاوز مليونين ثلاث ملايين نسمة أنت تتحدث عن شخص يؤثر في رأي عام يصل لعشرة مليون تتحدث عن أعداد هائلة من البشر أنا شخصياً رجل مرح أحب الحياة تكون مرحة لأن الحياة قصيرة يا فايت طالع اليوم أنا بالخمسين يعني يلا يلا حسن الختام لذلك أحاول دائماً أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي التي أنا شخصياً موجودة من خلالها أن تكون فيها روح فيها يعني فيها شيء يخفف حدة التوتر نحن أصلاً كعرب لدينا مشاكل اليوم المشاكل فنحن أحوج ما نكون أن نخفف الغلواء ونكون أقل تشاؤماً وأكثر تفاؤلاً ونستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بما يفيد هذا المجتمع أتذكر مورغان فريمان الكلمة قال لا يوجد مجرد المشاكل فقط يوجد مجرد المشاكل وأنا سأقول لا يوجد مجرد المشاكل فقط يوجد مجرد المشاكل شكراً لك